اشتركوا في القناة بل تحاشته يعبر الارض المستوية حيث تزدهر زراعة قصب السكر ثم يمضي في احد لجلول لا تحمل الازقة اسماء ولا المنازل ارقاما السكان يحفظون مسالكهم عن ظهر قلب في اواخر سبعينيات القرن الماضي استقر بالقرية رجل يدعى ايدير جاء به صاحب ضيعة هناك وكلفه بتدبيرها كان يبدو وقتها وقد نال حظا من التعليم ولكن اكثر ما كان يطبع شخصيته الهادئة دون ما تراخن قربه من عمال المزرعة الذين صار نظريا رئيسهم والمسؤول عنهم وعما يقومون به اتخذ ايدير سكنا له في الضيعة وبعد بضع سنين وكان قد قارب الخمسين او جاوزها بقليل تزوج فتاة شابة تصغره باكثر من عشرين عاما كانت من فتيات القرية اللواء كن تشتغلن بين موسم واخر في الضيعة الاقربون منه يعلمون ان ايدير واسمه الكامل ايدير ابا عمران ينحدر من قرية ريفية قريبة من ترغيست قيل انه بعدما فقد والديه انتقل رفقة خال له الى مكناس وانه تعرف هناك على صاحب المزرعة التي يستقر بها الان لم ينجب ايدير من زوجته ومضت السن الى انه عقيم وقالت اخرى انما زوجته عاكر لم يكن يعير كبير اهتمام لما يقال كان يعيش في انسجام تام مع زوجته الشابة رجل في مثل سنه وماضيه هل له ان يطمح الى اكثر من ذلك توتدت علاقة ايدير باهل القرية صار واحدا منهم ولم يعد كثيرون يطرحون السؤال عن اصوله كان خدوما ومتواضعا الهدوء الذي يطبع ملامحه كان يعري مسحة حزن وربما حالة شغال بشيء ما كانت تلازمه تلك المسحة صديقات زوجته عويشة تلك التي يدللها ويناديها عويشتي كن تغبطنها وكانت حين تتفطن الى ذلك من احداهن تقول لو كان لي منه ولد اسرت لاحداهن يوما بانها طلبت من ايدير ان يتبني طفلة او طفلا ولكنه وان لم يبدي رفضه بوضوح لم يعلن موافقته هي تعلم ان الرجل في مثل تلك المواقف لا يلين ولذلك لم تلح عليه لما بدأ ايدير يحس ثقل السنين التي تتوالى صار ينزع الى العزلة قل كلامه وصار دائم التفكير حاولت زوجته عبثا ان تنفذ الى ما كان يشغل باله في العام ستة وتسعين كان يقدر ان عمره اقترب من السبعين كان تقديرا مجرد تقدير نزعت حياته الى رتابة صارت زوجته تمضي من الوقت الكثير لدى عائلتها وكثيرا ما فضلت ان تمضي الليل بل الليالي هناك لعله صار يحس بانه رجل استنفذ ولم يعد له من مبرر كان صاحب المزرعة ذاك الذي جاء به من مكناس قد توفي منذ سنوات وباع ورثته الضيعة وجاء مالكوها الجدد يطالبونه بافراغ السكن الذي كان يشغله في الضيعة ذاك الذي بناه لنفسه ظن ان مغرب عمره قد اقترب كذلك كان يردد حين يزوره واحد من معارفه لم يكن ما يقوله الشيخ ايدير ليثير تساؤلا مجرد التساؤل فالرجل في خريفه ثم فجأة اختفى ايدير ذات يوم من اواخر الشتاء بحثت عنه زوجته واخوتها في كل مكان افتقدوه مساء ولما جن الظلام على احد لجلول اوقفوا البحث في الغد لم يعثروا عليه وتوالت الايام بعد اسبوع عثر مزارعون على جثة تطفو في النهر قريبا من الجسر كانت قد مرت على اختفائه عشرة ايام الجثة في حالة تحلل افقدت الوجه الكثير من ملامحه ولكن احد اصهاره قال ان الجثة هي جثة ايدير بعمران نقلت الجثة الى القنيطرة كانت البصمات في حالة تفسخ بعد ايام ورية ايدير الثرى وحدها عويشا بكته الاخرون اسفوا لرحيل رجل طيب التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي لم تمكن من كشف اسباب وظروف غرق ايدير في نهر اسبوع اللغز ظل كاملا ومحيرا في اشيائه التي قالت اليها وجدت عويشا رسالة كتبها بخط يده لم تكن رسالة حديثة الورق الذي كتبت عليه بدأ يأخذ لونا يشي ببلاه في اوراقه ايضا وثائق عدلية عادت عويشا لتستقر في بيت عائلتها وسلمت مفاتيح السكن الذي كانت تستغله رفقة زوجها الى الملاك الجدد للضيعة مرت عدة اسابيع كانت تريد ان تعلم ما الذي تحتوي عليه تلك الاوراق التي خلفها ايدير وراءها ذهبت بها الى ابن خالتها الذي كان يدرس الصغار القرآن الكريم في مسجد القرية لاحظت عويشا ان علامات استغراب وذهول ارتسمت على وجه الفقيه حين فتح واحدة من تلك الوثائق المخطوطة كان يقرأ في صمت منذ دقائق عدة ثم فجأة سألها هل علمت مصالح الدرك بهذه الوثائق لا انك اول من وثقت به وسلمتها له اظن ان علينا ان نسلم هذه الوثيقة الى الدرك لماذا انها رسالة كتبها ايدير منذ فترة بعيدة يحكي فيها اسباب خروجه من دواره في تارجيست هناك في الريف هل تعلمين الاسباب قال لوالدي ذات مرة انه فقد والديه وانتقل رفقة خاله للعيش في مكناس نظر اليها الفقيه من فوق اطار نظارتيه لا الامر لا يبدو كذلك انه لم يغادر قريته القريبة من تارجيست صغيرا كان رجلا ناضجا فيما يبدو وما يدريك انه يحكي كل شيء في هذه الرسالة عليك ان تسلميها الى الدرك نظرت اليه مليا هل لا قرأت الرسالة سالاخص لك مضمونها يقول ايدير انه ينحدر من قرية قريبة من تارجيست بالريف يتحدث عن سيدي بوتميم يقول انه فر من القرية في العام سبعة وستين تسعمائة والف بعد ان قتل ولد حميد الذي استولى على قطعة ارض للعائلة قال انه خنقه حتى الموت بعد ان اسقطه ارضا خلال عراك بينهما في اطراف القرية يظن ان لا احد رآه ولكنه موقن بان الشهود سيذكرون العداء الذي كان بينه وولد حميد ولذلك قرر الفرار يتوقف الفقيه بضع ثوان يسأل عويشة هل كنت تعلمين انه كان متزوجا لا لم يقل لي ذلك يوم خطبني من والدي قال له انه لم يتزوج من قبل يحكي ايدير في تلك الرسالة انه ذهب الى مكناس حيث عمل بضع سنين في فرن شعبي في المدينة القديمة بعد ذلك انتقل الى فاس هناك التقى بالرجل الذي اوكل اليه تدبير الضيعة التي يملكها في احد الجلول التقاه في معمل للنجارة قال الفقيه لابنة خالته عويشة ان ايدير اغفل عن قصد اولاء الكثير من التفاصيل في الوثيقتين العدليتين التي وجدتهما مع تلك الرسالة اكتشف الفقيه ثبوت ملكية لقطعتين ارضيتين في نواحي تارجيست ذهلت عويشة في قرارة نفسها تتساءل كيف استطاع ايدير ان يحافظ على هدوئه ذاك الذي عرف عنه طوال كل تلك السنين بينما تثقل ضميره جريمة قتل هي تعلم انها لن تجد جوابا مضت بالرسالة الى مركز الدرك اضيفت الى الملف ثم قررت ان تذهب الى تارجيست لتستجلي امر القطعتين الارضيتين كانت القرية التي جاء منها ايدير لا تبعد كثيرا عن مركز جماعة سيدي بوتميم لم يكن سهلا العثور على عائلته قليلون منهم الذين يذكرونه ابناء شقيقه علال يذكرون قصة ايدير وولد حميدو تلك حكاية طواها الزمن علمت عويشا ان القطعتين الارضيتين تقعان في منطقة بها اشجار اللوز كان ابناء شقيق ايدير يستغلونها لقد ترهابا من عائلة زوجها الراحل فقررت الاستقرار بينهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة